اشتركوا في القناة حبيبتي حلوة للولز يلا يا حبيبتي نهارك زي الفل نهارك اشتها حبيبتي طبعا الأشكال دي احنا مقلناش دعوة بيه احنا نضحك معها بس صح اشتركوا في القناة 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 اجيبك بش اجيبك انا ابيع كل اللي حلتي واشتري منك الفيزي اروح يقولولي انت عامل عادي ويال غريب فيك ده ما انت ياهد عادي طلعت ولا نزلت بردك في الاخر عادي ولا تكونش ياهد فاكر انك مجيت سبع البرومبا لا سبع البرومبا ولا عادي انا صنايعي ياهده يا محسن اهدن قصد يعني اديب وانت الكبير وليك تقديرك بردك الراجل ده يده تقطعت في النجارة من هو سبع سنين من هو عائل صغير والصنع خدت منه يامل وطالع من هنيه على انه يشتغل شغلته وراح ليجل نفسه بيشيلته بواسمنت دي حاجة واجعاه وانت خبر زيال الصناعية لو ليجي نفسه جليل تحزي في نفسيته مش تقدير بردك بعدك ده يقولوا ما فلاحش انت غشيتني انا لغشيتك برده ياهد كل اللي صفر معاك ومن جابلك ياما صفر ناس كتير لكن هما تكملوا وبيجيوا زي الفل مش معنى انت يعني بلك انت اللي مش كدها لا كدها ونص انت اللي نصبت عليك بتقولي ياهد انت الجنيت قاني انا الصاب طب الجاعدة خلصت ونفضناها امو شديد خدوا من قدام دلوق لا ده الحديد خلص وانا الجاعدة انفضت هو يهدي جرى ياهد جابر ايه اللي جاي تفسق فيه ديه ياكت فاكرني الصغر جاي تصيده لا صغر ولا نص القدير قلتلك قبل سابقه انت كبير وانا اتقدرك انا بتحدث في اصول ما تطلعش براه وانت اللي جاي تعلمنا الاصول يا ما نجدت بحصة الاصول وكتا ترزق ايه ومعلمك الاصول حصتاني مفهمش منك حاجة بس خلص فالدور اقول عايز ايه معايش غير الحج حج وانت عمي خلص الكلام يا جابر بطر رسلطة زي الحريب قلتلك قبل سابق خلتنا عمك دلوقتي وروح عشان ما نرطش في الحديث يا ديب وانت خابر زين ان اصربعة الاسم بتجيب الغلط اسمع اديب انا كنت عند الدكتور عشقية خابر قال لي ايه؟ قال لي كل اي حاجة قل الله لو انت وانت راجل باعة وانت ايه؟ هل سحيله الحرام اللي حرام من ابنا ولا على ايد واكل ولا ايه؟ يا ترجع الفلوس محسن والده عمي يا تغير له التعشير يا بيم بالله ان شاء الله عتمالي وشعاته من ربلك ده ما هتاعت عملي ايه؟ الا لما يجع حجه حج لما يفرتك دماغك انت جاي تهزك ابو في بيتها؟ الحج لفيه بوي ولا اخوي اقعد ما نخمكش على كلها ديب وامش بالاصول يا بوي عتنا وشوفنا الحديد ده كمان ابو عدان كالترخير الديب اللي بيسفر اللي عازي واللي مالهوش عازة اقعد همطوع اقعد يا تقول كلمة الحجة هتسكت ما نقصاش مرمة ايه؟ مستعفي نفسك اياك الرجل الطور تشكل بو العربات همطوع اقعد خلاص يا ابني شديد خلصت كلامك طب اسمعني زين اعلم في خيلك اركبه محسن ده مالوش عندي حاجة واصل ده عين خايف هتمشيها كده؟ همشيها كده؟ جدت اللي بقى موت ويبقى بيننا بقى الدم ولو عاوز اجاتل يا مكتول حلال عليك انت المكتول تقول ايه؟ يا خي الجديد انت مخبيرش انا مين؟ انا الدير ولا جابر ابو شديد واحنا منتغفلتش يا عم الدير لازل استراحك يا محسن استراحنا واح وانسا يا جابر ابوي وانسا يا جاهده اصلاح اصلاح صدق الله العظيم واح رايح وين السعادين؟ اللي الليل وانت خابر يا ولدي الليل مليان خبايا وإحنا ما نقسين شي بلاوي أشمي شواتها هو معاود يا أمه بتقلقي إش وشنامي اشتركوا في القناة 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 لا يا بيه جابر كان في الجبل بيصيد صجور اشتركوا في القناة على فكرة أنا أول ما رجلي حطت في المكان ده عدت ثلاث سنين في القوضة دي دي فيوقتي ايه بسم الله ما شاء الله بيت وورشة وزي الفل قاعدت في القناة اشتركوا 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 في القناة ماليكش صالح عجابر ماليكش صالح ماليكش صالح ماليكش صالح تبجى كيف ما تبجى عنا ما بتجيبش حد أحلى على الأحلى ماليكش صالح ماليكش صالح ماليكش صالح ماليكش صالح وانا هفهمك كل حاجة بعدين خشي نعمل يا بقت كده عم ترق كل يوم عامل لي مشكلة في الشرح انت مش هتفوق لما تيزينا وتيزي نفسك يا مهرة انا عمري ما هامل كده بس ما يفعش أسيبهمي عواق وطاطي اللغة دي انت زي بتتكلم كده يا مهرة شوية عيل وتلموا علي أسيبهم يضربوني ولا أخد حق ايه لا شاطر ما انت مش هتسكت لما تجيب لنا مصيبة رواجي دمك يا ست الناس رواجي دمك أخوكي مغلطش في حد كان بيدفع عن روحه الله واكيل كانوا متلمين عليه كيف الدبيحة ليلة العيد منازلين فيه سنخ كيف الدبيحة؟ مين ده؟ يا مهرة يا مهرة الراجل ده زي ما يكوني زلي من السماء خدمني وأعلم عليهم ومعامل معي الصح انا ما عملتش غري الواجب يا والد عمي ألجأ عندك حفن البلن هو انت من ايام البلن؟ روح يا عم الله يسهلك ايه يا مهرة ايه؟ يا بلدين استنى بس معلش حقك علي حقك علي انا بقولك لولا الراجل ده كأنا أخوكي تعلم عليه الكلام ده في الشارع احنا ما بيدخلش بيتنا الرجالة يا طارق ولا انت ايه رأيك؟ ايه ده؟ دماغه صحيحة بسيطة بنت الناس هتخفيش علي؟ لا مش خايفة عليك خايفة عالسجاد طب استنى نيساني عجيب البن مرقش لزوم متتعبش حالك فاني ماشي سلام شكري استنى خد حفنة البن تشكرين تسلم البلدين هاك علي هاك علي ادي اللي اكسب نام الخناية يا عم تايسو السجادة دي هتتنظف ازاي انت هتتنح يلا شيل معاي ولا اقولك انا هدخل انام اصحى الصبح هلاقيك من اتضافها ولا اتنظف انام انام اه 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 ايه دا؟ الدماغه صايحة هتخفيش علي؟ مش خايفة عليك خايفة عالسجادة استنى حفنة البن شكرين يا جمالك شبرى أحلى على الأحلى المرسل المرسل زاك يا هذا؟ تمام تمام الحمد لله أخبارك إيه؟ كل فني شغل تمام؟ تمام طيب الحمد لله اللي حصل من الوقت العيره ده بيحصلش معي مرة تانية مفروض ليشتغل مع زيدان ما ينبعش يخون وإنت يا عزري أمرأ استلم شغله لحد ما ربنا عطرنا في حد ابن حلال ينزل مكانه حاضر؟ يا ريت يتفينه بسرعة اكرم الماء يدفنه ولا إيه؟ طبعا الف راح مورور يلا مين؟ يلبي خبط يا نهار اسوت تيجي لحد البيت؟ انت جننت عطرة ولا إيه؟ يا عم انت هو فيه؟ لا يا عم لا يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم يا عم طارق لو عليت صوتك همرمطك قدامهم أو همرمطهم قدامك اجتمي خالص خالص انت عايز يا عم يا عم خوي عشاقاء ومرمطة وتعبي بدل ما تدلع يا عم ولون بنضلي خوي عفر وقريتيما انت يشوئك بقى ي محرة ي محرة بص يا محرة انا جايةلك منفسي في بيتك لحد عندك جايلة عايزة اشوف يا الله محرة بقى هتعمي ليه مع العترة هعمل كده بوق يمارا! 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 لا! 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 تعملوا إيه؟ يمارا! 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 والله تفت علي مش هنعي الجلة مرة جاية وكيفك جابك انك تتعنطر تتعنطر على شنب مش على حرمة وداي مش اي حرمة دي حرمة مدسها جدعة خد حجك خد حجك موسيقى 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 الله وقيل ان شاء الله عدم آله شحيتم الرملة لو ججاً بيئة تاني ديتك معايا أسكع كعيار يخلص فيك الكلام وسلمك العظائل تسليم أهالك يداً بيد الله أحلو الملامح أحلى على الأحلى موسيقى 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 البابك ده تمام راجل ابن راجل اللي يسد الببان المفتوحة يبقى ابن قصول انا ما عملتش حاج اي راجل مكاني كان عملك ده واكتر كمان وما بلطجيه دول كان عزمي كمية عشان تبقى تصدق في ميمي اللي عمرها ما بتختار غلط ابدا قطر خيرك يا ست ميمي انا زا كانت فقط السطوح اوال امبارح ولا ايه زمن درعتك وجعتك يا دي الجادع تحب ادلك هوملك قطر خيرك انا كده تمام ربنا قدرني وجد سليم عن اذنك جابر قطر خيرك مشكرا قوي اللوستة جابر ده تابعي مسكنا في بيتي ما هو السطوح بيتي والبيت بيتي ومهرة واخوتها وكل اللي سكنين في البيت هنا سكنين في بيتي يلا يا سيجابر كفاة يقدر بالحد كده تعال عشان تتعش بالإذن بالإذن والله وكيل لو فيها عواجل اخرب عقل يلا بينا انا تغفلت ازمة الجابر عندك تعالوا ولاي تعالوا ولاي والله وكيل ما احلها خلست اللي جابر اسجيني ربنا معرف العربي انا هلكالي في الدين اده السيناك اده السيناك يقف هناك اياك يطلع ينتطلع من هنا اجابر استطاك كيف ما كنتم تصيد الصقور صيدك سهل يا جابر خلاص خلصت جايف دي يا فقري تحلتك حاجة هاخدك لحد من اتلاف ومحسن اشتركوا في القناة هده اطلع فوقنا لنداء اتلاف اجابر تخلصتش يا رزق تخلصتش ولخلق الخلق ما أحلق وهو جبرت عليك انت اخترت بقى دافنتك يا رزق بكت من أهل القمور ساعة تقرب التجابر هتروح فين تاني هتفل فاكر نفسك صغريات رزق نادم على جريبك يا جوت رزق والدي الدين بيت ما شخر علينا وعلي عملناه يا رزق يا مم بن لما تطلع رحاية أنت أولا اللي معاك حكسر كلامنا كيف يا والد المرحوم بحاجة عربية إحنا هناك جوم لغلطة في الأولانية ولا أنا غلطان في التاني ودي التالتة قدامك أجابرنا وأنا قابل باللي تحكم بيه راشل كيف أبوك الله يرحمه ما تمينش مع المايلة عجبات فينا يا سامي فينا يا سامي السلاح نواح يا جوت السلاح نواح السلاح نواح يلا يلا أنا مش هو اللي كان عندي ولا قدر أعمليه بس أنا قدر أحقالي كل أحلامك اللي حلمتها واللي لسا أتحلميها يعني أي حاجة تتمنيها في يوم الآم أنت الناس حتلايا ما بين إيديك في لحظة واحدة أنا عايز أتجوزك يا مورا رسمي على يد مأزوم وقصد الناس حملك فرح وراء البرنسيسة فأفخم مكان في مصر شعر العسل حنقضي في أي حدة تختاريه مع القريطة بس اللي أنا أعرفه أن أنت متجاوس و وعندي بنت بس أنا اخترتك أنت يا مورا إيش معنى أنا؟ عشان اللي عندك أنا ما لقيتوش في واحدة تانية أنا عارف أن فجأتك بس صدقيني اللي جوايا مش قادر يستنى عليها ولو ساعة واحدة عشان ما هدي الكلام اللي أنا بقول لك الخاتم الألماص ذا دي بسيطة لكن شبكتك أنت لا تختاريه على زوجك قلت يا بنت بناس بس أنا مش موفا ليه؟ شو ما فعلت إيه؟ إن أتجاوسك ممكن أعرف ليه؟ عشانا مخطوبة وبدبلة فضة زي ما أنت شايف بدبلة فضة يا سبحان الله مش قلت إيه؟ اللي عندك أنا ما لقيتوش عند واحدة تانية موسيقى 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 هو فيه حد يرفض الألماص ده كله؟ ألماصه بس؟ ده مغارة علي بابا متهيالي محدش ليه دخلي في اللي أنا بعمله الراجل اتقدم لي ولا هو مناسب لي ولا أنا مناسبة ليه أيوة ليه بقى؟ والله ما شغلك يا طارق نورا سبت الأكل ليه؟ ما أكلتوش وهو سخني يعني الله أقيل ما دوقت منه حاجة طب ده مفتح الدكان كنت متأكد إنك خابر أني بعيد عن آياته هشوبها مع الست دي وده في بالك أنا في أي حاجة تلاقيين إلا الحرام مصدقاني؟ 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 مصدق أن ذلك؟ أحلى أهلى أعلى أعلى أهلى مصدقاني؟ مصدقا موسيقى 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 ما بعرفش اتكلم كثير لكن بعمل ربنا بيجدرني عليه ترضي تتجوازين يا بيت الناس عارفش الدنيا عندي كيان لكن لا عارف اني ماليش في اللافلفة انت خابرة صعايدة ملومش غرف الدغري وانا جايلك يا بيت الناس دغري وانا حب الدغري وحب الراجل ليه كلمة دعنا راضي يا بي يا ولا بطولك ده لحل طبيض والأحمر اللي عنها مليانة ما يغوهش الألوان موسيقى 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 معي ها؟ ها؟ ايه رأيك؟ حلو؟ قوي قوي يا مستر بس ده كتير علي قوي كتير عليكي؟ انت فهمتيني للط معلينا خلينا في موضانة البنت اللي اسمها مهرة احكي لتها بالظبط اقصد يعني اخلاقة كويسة؟ اقويسة بس البيت دي تفقك منها يا باشا بالعكس انا عايز تطرف عليها وانت اللي اتعرفين عليها حقك ما انت مستر زدين بس البيت دي ما علقه مع واحد اسمه جابر جابر؟ مين جابر؟ جدع كده سعيدي اللي زي الله وهي بتحبه ومان؟ بتحبه؟ بس عايزك تطرفين عليها موسيقى ابوها مات وانا عندي عشر سنين بعدها بجي ترجل البيت من وانا عاية لصغير باشتغل واسد اللي علينا واتصدر في قياتها مشكلة بتكفل بمي واخواتي عباد وفتحي لا عمر نخيت ولا عمر جلطي حد ما كبرته فتحت ورش الحالي وقبل ما ارتاح بتجيتها في انزلت مصر بحط الحطة من جديد بس انت فيك حاجة غريبة جوي جوي؟ جوي كيف يعني؟ يعني ولا انت غني ولا عندك شغلانة حتى الشقة مفيش لكن ثابت كده اللي يشوفك يتطمن ويتطمن دي بقى اللي خلتني خلتك ايه؟ خليت كده استنى بص كده عينك ما تتحركش طيب انا معاك ها ايه لازمتك التصويت ده كله؟ بسجل اللحظة الله نفسي تعطي بصلي كده لحد ما تزهق منه هزج ما فيه عاجل هزج من بصتك امورة ده انت مهرد جنبي ربنا ما يحرمني المنى عارف قبل ما عارفك الحياة مكنش ليها طعم اليوم كان بيعديك كده عادي بس يوم ما عرفتك ببقى عايزة كل يوم الصبح يطلع عشان اشوفك يا بوي يا بختك يا جابر بالكلام الحلو ما طالع من المهرة الحلوة دي بتحبني يا جابر الله وقيل انك سرجى كلبي وسك ما جوع طب لو بتحبني خلي بالك علي عشان مقدرش عيش من غيرك الحياة من غيرك ملعش لازم احلى على احلى والنبي مطلع احلى احلى على احلى والنبي مطلع احلى سافر معاك ده لا يدربنا يكون ايوه ايوه مين لا تعال اعوذك في كلمة ايه مالك في ايه انت يا جابر في ايه لازم انا سفر البلد دلوك فجأة كده ولا خلك هيستسفر دلوقتي انا مسافر مع محسن والد عمي في نايب هناك ولازم انخلصه اسمها بدي الناس لو ربنا نجاني ورجعت لك هندم الفرح ونتجوز ولو ما حصلش نصيبه وما رجعتش اعرفي وقتها ان نمت ايه تعالا هنا تمشي تروح فين هي سهلة كده لا خليك خليك ما تسفرش ولا هي كانت عشوة وخلصت خلاص ومروح بيتك حسك معلاش لا حيعلم طالما انت بتفاجئ ان ان انت مسافر ولو ما رجعتش اعتبرين ان انا موت ايه اصدق ايه عايز تهرب طب انا مش همسك فيك اهرب يا جابر بس هترجع مش هتلاقيني والله هتلاقيني افهم يا مهرة افهمي اللي جدامك ده مكسوم الصين نص عندك هناك ونص في البلد تقدر اهمي الاهلي والدة عمي في اللي هم فيها ولا اقدر اتحمل سؤوس همك فيها صوى ربنا نجاني او موت اعرف ان حبيتك وما سكنش الجالب غيرك الله طول عمري بدا يا ربنا لقلبي يا حبي وعرفت دلوقت ان الحب مفهولش راحة امشي امشي يا جابر امشي يا جابر امشي يا جابر امشي! امشي الشي تابص اوعدني ان ترد اوعدني حها؟ ارجع مورو ارجع المترجم للقناة 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 جابر المترجم للقناة 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 يولان الليلة دي ليلة خير ما فيهاش شر وصع المحسن اللي جاي وشاير كفنه على يده وطالب السماح والرضا والصلح من المعلم رزق بحضور المعلم القطب كبير عيلة الدين سيبوا أعدي يا خون سيبوا أعدي لتخرب عالكل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل جعلت الجبال والحزن إذا شئت سهل فاجعل الصلح بينهما إذا شئت سهل اللهم يسر ولا تعسر تقبل مننا يا رب موسيقى 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 ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي قنقر 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 جابر جابر ايه يا حبيبي نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا وافقت عليك نانسي قنقر 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 موسيقى لحبتي تعمل ايه؟ وجفت على يد المصورات لحد ما جالي خلصها سلم يدك يا أخوي أجعد لا أجعد ايه؟ ليلة ليلتك يا عريس أنا هستنك تحت لحد ما تقول لي تمام روح يا عبيت روح طمن أم أتقول لها تمام التمام اللي كيف مغرى مخطومة بختمة ربنا حاضر يا أخوي حاضر مبروك واه كنت أنسك البس الحجاب أمك مأمن علي بالأيمانات أنك تلبس الحجاب قدامي حجز بجلب أمك فرجبتي يا عبيت مبروك يا أخوي مبروك فيك السلام عليكم مورد مهرة أنا مهرة جلبي إيه كل ده من مين؟ دي عادية أم صديقة لعروسة ولدها أنا نفس أشوفها قوي يا جابر أنا حبيتها قوي هي صحيح ما جاتش ليه؟ تعبقنا شوي لأ سلامتها ألف سلام أول ما تروب هتاجي إن شاء الله إن شاء الله ولو هي مش قادرة أنا أروح لها أمك بقت أمي دلوقتي يا جابر عندي ليه كم فجأة؟ إيه؟ شوف ده الله ده عشاني؟ خلي بالك ده أسرك ورسينه قبن عن جد الله تعالي تعالي وريكي الجمال الله آه عجبتك؟ طحفة ربنا يخليك ليه؟ عمري ما هقلعها من رقبتي قبل بقى شجيك أموري أحلى على الأحلى شكرا المترجم للقناة 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 ايه دي ده غش يا سامي وانا ملعبش معاه ومش اكمل الشغل ده حرام وانا قلت لك قبل سامك إلا الحرام يا سامي يا أخواني يا ريت نهدى مش كده ما تسمعوش الناس بينا قولك يا ابن عمي انت كده بتحوق وانا لسه شريك لا شريني ولا شريك حط الله ما بيني وما بينك من نهار ده انت بالصاحب يا جدع انت من صاحبك ايه بس انت وصل لك مني لحد دلوقتي فوق المئة ألف بولبن انت هتعمل فيها شريف اشي بهم لك ايه دي عقولك جلش 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 ايه وانت منشبه عليها واني ايه فوقها يا سامي انا القماندا انا من عائلتها مش هديدة اول ده الغوازي لا 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 كده يا أخ جابر لا كده 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 غلط ما تقوله حاجة يا دكتور لا 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 يا دكتور باشا اصلي نازي فقرية وانعرفك هو يساوي هو ده بقى فقرقهم اللي انتو مش عارفين انتو فوتوه ماشيين بالزمارة طول النهارة عمالين تقولوا احنا أولاد كذا ومن بتكذا وانتو كذا محدش فيكو بتقدم خطوة سامي ولد الغوازي ده اللي مجوزك سامي ولد الغوازي ده اللي مشغلك سامي ولد الغوازي ده اللي بيصرف على جابر أبو جديد لحد النهار ده بصف على مية يا سامي بصف على مية ده اللي بيصرف علي شغل معاك انا مش شغال ايه اشغالني بالعافية بشوقك لابن عمي بشوقك بس خبالك انت اللي قلت إلا الغادر انت متصور مليون فيديو وانت شغال في المضروب ايوه فعلا ده حصل حصل فعلا فعلا ده حصل عاست حاسب حاسب على نفسك الأول موسيقى ربنا يسامحك ويانا استهدى بس بالله كده استجبروا واحد الله بعد عني وعزة وجلالة اللي أفلك أخلو السيد بعد علينا لا تنرجع علينا عليكم واحد الله واحد الله ايوه سيدريت بنها انشمعي تخدوا كل اللي فيها وخدوا الدكتور كمان اي مالك قلنا مدايقك في حاجة في الشغل لا الدنيا مشة زي الفل انا بس اللي اتعبا لك حق تتعب اللي يشتغل في الشمال لازم يتعب ويتدق شمال ايه في امور في ان الفلوس مش على قد شغلانتك يا كماندا انا متجوزة سواق لا يلي الا الله لما انا سواق وحد جالك يعني انه بيوجي الأعمال والسواق يشيل المسدس ليه واه مسدس شري او ايه لفتشك او ايه كلام وخلاص المسدس بيعمل ايه في قضة نومي المسدس انا وار صبر عن جد المسدس عادي عندنا في الصعية الكلام ده في الصعيد هنا لا باقول لك ايه انا ديش مقصوله الصين جابر بتاع الصعيد هو هو جابر جونسك دي فوق يقوليني حشتي ما تتبس الشهنة ولا عايزة ايه من انتك عايزة اتطمن على اللومة اللي باقولها يا جابر ولو شكت فيها حكايتها تخلص معك يا جابر يا بت الناس بلها الكلام اللي ملووش عايزة ده يا مين بالله الفلوس دي فلوس شغلة وبتتورط والمسدس دي ملووش صالح بالشغلة واصل ملحظته في الدولاب قدامك اه هتشايف اني ماشي بيه في الشارع بجدت في خلق اللي اه وبطوع عيارات تلاتة بالله العظيم كلامي سدك مسدقاني ليك شركة يا جابر موسيقى يحبس المبتهمة جابر علي محمد وجديد اربعة ايام على زمن التحقيق ويراعي له التجديد في المعيدة القابلة موسيقى موسيقى جابر روح يا مور موسيقى هاو انت مشيت المحميل ايه؟ موسيقى محمد طمني يلا روحي انا جنبي يا سيد انا جنبي يا سيد حاضر 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 يا جابر جابر يا جابر يا جابر يا جابر يا رب يا جابر يا جابر يا جابر ما بقاش لها لازمة انت جبتها اخيرا يلا اضوف علي استنهل انت مش هتمشي لما تقول انت كذبت علي لي وغشت لبسلت الدنيا دي كلها عشانك اطلع واحد تاني انا معرفوش قافلة قولي مش هتمشي لما تقولي ان انت اكلتني فعلا من حرام هزمي الله ونعمل وكل فيك يا جابر مش في صبحك يختي حرام عليك يهو في ايه ولا في ايه؟ حرام عليك يهو حرام عليك يهو يعني بقت القضية مقفولة والحكم عليه بعد يومي وانا عارفة صاحبتي كويس لا يمكن ابدا تقبل براجل خداحة دي طلع بيغش في الدوى يا مستر انا قلت اقولك عشان متستناش الحكم قاعدي على حسابتي يا صاحر متشكري يا مستر بعد يستنك مستدرجة ايه دا؟ ايه اللي معتك هيا؟ تجاي معك بالمراضية وأنا ما فيجلكش لما كلمك تمصلي كلام بتسمع ما بتشافش كده جوقك ناجل انتك ده يعني شغرة في الميز سرعة التحرق ترجمة ترجمة واقبل ترجمة نائق ترجمة نائق ترجمة نائق اشتركوا في القناة مهرة حامل مهو حاصر قبل ما يخش السجن مهور حامل احسارة بجد احسارة تمام يا سحر بتقدر تتفضلي ها ومتشكل على كل حال مش كانت هتسقط العي بس رجعت في كلامها طبيعي طبعا تحتافز بيه كي طبعا عشان تستنى يا جابر لما يطلع من السجن وفي الاول الاخر هو ابن جابر دي رفع قضية خلع على جابر هتخلعوا يا ميستر جوزك مسجن؟ ده عليه خمس سنين يا فندم يعني مش هتقدرت تستنى؟ تستنى زي حضرتك ده رد سجن يعني رد يا مهر هتقدرت تستنى ولا في حاجة تانى بخليك من استعجل على طلب الخلف أصلا براحتك خالص يا بنتي لو عايزة تلغي الخلف ما عليكيش أي حاجة خالص لا يا سياط القاضي أنا مش عايزة جابر وعايزة أخلعه أصلا هو غشيني وكذب علي ومشي مع ولاد الحرام جايلك زيارة يا جابر زيارتي إيه؟ أنا ما بيجي لي زياراته انت خابر حضرت الصور لكن المرة دي ليك زيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى قنقر موسيقى لا يا جابر تحب تتفرج بقى على الفيلم ده ولا تجيب لك فيلم تاني تجيبني هنا عشان اختار لك فيلم ايه عندك ملع بس انا مش شغال عندك عشان تبقى متأكد جوا جديه انها اسمع الكلام ومالو يا سيدي احنا لسه فيها نراك لو تشتغل عندي على فكرة يا جابر انا وارباشا مبسوط منك جدا من اللي انت عملته مع هبه واللي معاه انا ردت حجي مش اكتر ايه فالباش عاوس حد يشيبله حجه لا بس انا محتاج راجل جدعة بس بيسمع الكلام كوماندا جدعة بس مش عابد عند حد الله 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 سنة بس تيبوا كوانا الحلاوة بقى واستاذة مبروك عليك الخلعة موسيقى المترجم للقناة 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 حتى لو عملت كده أنا أنا مقدرش أطلب حاجة زي كده من زيدان سبيل أنا الموضوع ده وأنا هتكلم معي وعقناهم يكتب الوات باسم بس بقى تشوف أختك بحاجة الحلاوة مبروك يا حبيبتي بسم الله ما شاء الله الله هو أكبر الله إيه الحلاوة دي ما تزغرت لأختك يا لولي وبعلم شو بظهرت بعلم شو بظهرت يهي ممكن تسهوني شوية حاضر خمسة كده ونسي يلا يا حطي سبيني لحدة شوية يا لولي وخذي معكي حاسن وودية عندي سعيد حاضر مالو عايزهم تلاقي جعين لا ابنك خايف من اللي بتفكر فيها مخر أفكر فيه عايزة ترجعي في كلامك الجوازة دي مش حيا أموت بالنسبة لك ولا أخوتك وبس لا انت من نسبة لابنك كمان ابنك بالجوازة دي هيبقى اسمي حسن زيدان سيفت دي يعني ابن المسطر الكبير أنا عارفة عارفة يا زهر مش هقدر أركع خطوة هورا ولا هقدر أولي الكبير أني لي أبني أمو أموالي محسزاني لي كاينك فعازا أموالي مش هقدر أتنفس مش بصدق كل اللي بيجرالي ده اللي اخترت وغشيني وكذب علي وخاني استحملت القرف والخنق عشان معاملش حاجة ما بحباش واضطريت أخلاعه وحملت مغطلوش ودي حسنه كبر ودلوقتي هتجوز لتقدم لي مرتين ورفضتو إيه رأيك في قصتي؟ مؤسرة صدقين يا مهرة ده كمان في مصلح الجابر بدل ما يخرج من السجن وفرقابته عيل هيخرج بطوله ويعيش حياته والله يسهله فرح يوت بسدي ما أنا مش عايزة أشوفك كده مهرة اللي عايزه المقزون وصله يلا مهرة يلا عبدي يلا بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير زواج مبارك إن شاء الله ألف مبروك ألف مبروك مبروك عليك يا حبت أنا زيدان يتجاوز علي بعد ما حفي وراي يتجاوز علي ده أنا هدى فوق دماغه تبت بصيلي كده لي يا صفاء بدل ما تبقى معي أنا مع المصلحة ودايما مع المصلحة وانت عارفة كده كويس يعني إيه؟ يعني زيدان عنيد وانت عارفة أكتر مني يعني لو قفتي كده على طراطيف صوابعك من هنا البكرة برضو مش هيغير رأيه وبعدين هو اتجاوزها خلاص يبقى يطلقني يبقى ريحتي وسهلتها له قصدك يا صفاء ليه إن شاء الله كانت تجاوزني بالعافية؟ لو أنت فاكرة إن أنا مستتتة اللي بتنسه بسرع تبقى غلطانة أنا مش فاكرة حاجة ومش عايزة أفتكر حاجة بس إزاي ما انت واخد بالك هو متعلق بيها وزاي الأمر ومؤكدة عندها اللي مش عندك أنا ها قمر وإحنا مامي مامي مين؟ مامي مين اللي تروح لها؟ مامي مين اللي كل سنة بتتجاوز عاي الأصغر منك؟ صفاء أنت بقتي مستفزة أنا مش هسكت يا صفاء لو هتفتك إن أنا موافقة على الجوازة دي خالص خالص أنا موافقة عليك أنت عشان خدنا على بعض وفهمنا بعض وعرفنا عيوب بعض يبقى لازم نحط يدنا في إيد بعض عشان ما نخسرش إحنا اللي اتنين قصدك إيه؟ قصد إن إحنا نحاول نفض الجوازة دي بس على هادي يملك فيها حاجة؟ آه طبعاً فيها حاجة واثنين وثلاثة إحنا نسيبه ياخد زهوة الجوازة ويتبسط ويقضله يومين وبعدين نشتغلها في اللازرق لغاية ما تقول حقي برقبتي وعايز أمشي والنبي من غير ما هو يحس إن إحنا اللي فركشنا الجوازة دي وهتمشي؟ طبعاً هتمشي موسيقى 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 الله إيه ده؟ العسل ده؟ الله الله يا حياتي كل ده ورت ولسه تحفة تعلية تعالي حياتي تعلية ده طحفة الله حياتي ما هو الوزة دي؟ دي عسل هاَاَااااااااا好了 تعالي تعالي تحفة، تحفة الله، إيه ده جمال ده هاو الله مبسوط Among us أو مؤراء مجد قوي أنا النهاردة أعمل لك مفجأة إتعجبك قوي ت قد أكثر منك ده بكتير هتغدى أنا وإنتي بواحدنا على أحلى أخت موجودة أنا إيه ده هنستطد سمك؟ نستطد سمك أنا مبسوطة قوي أنا المبسوط أنك معي أنا بحمد ربنا إننا إحنا جوزنا ربنا يا خديك لي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشغولة يعني إيه مشغولة؟ ما عندكيش وقت رد عليها في التليفون كلم عيدة لي قادها مواطي صوتك هستأذنك يا كارتش معلش روبا ساعة بريك؟ شكرا هو إيه بقى اللي تكلم عيدة اللي أنت مالك معوجة عليها اليومين دول ليه كده؟ أنا قلت لك اللي عندي يا قادها عايز يومنا ترجع لك زي الأول يبقى تعمل اللي قلت لك عليه؟ يا بنت انت تتجننتي أنت ليه قفشة في الحوار ده بالزاد؟ زيدان لو عرف حاجة زي ايه ده حيقضيني يورا الشمس عايز يومنا تخلصني من مهرة أنا عايز سألك سؤال واحد بس هو أنت بتحبيني ولا بتحبيه؟ أنا ما بحبش حد ياخد حاجة مني زيدان ده بتاعي أنا وكل فلوسه دي بتاعتي أنا عايز الفلوس بيه يلعب ما تسدعش في وشه وعايزني أسيبه الوحدة تانية تشاركني فيه؟ طول مصافات موجودة مهرة مش هتطول شلت وبعدين تنقى بعيدة عن شغلنا ما تسبيه يلعب زي ما قلتلك الله الله اشتركوا في القناة 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 اه اشتركوا في القناة 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 يا سمع صح؟ أنا وإنتي والإعدان ومالكيش راجع عندي إلا ما تقولي لي في المهرة ولله الله وقيت يا مين بالله رجعك بطنمك تاني وأجيب عجلك حاضر حاضر أقول لي خليه لفع من المصنع وهي وقفة جنب المصنع هاجبها لك وربنا هاجبها لك لف أناي ولكن رفع بك أبغي يا أهوة أبغي يشيل تباني عليه ومعاك بسحية ربنا مصدس يعني إيه؟ جل برافو كوريا يعني إيه؟ بول شطور يلا تاني كوريا يعني إيه؟ بول مصدس جل شاطر برافو برافو حسن مهرة مهرة إزايك يا صحر عايزك في كلمتيك طب استني لما حسني خلص الدرس لا مش هينفع دلوقتي فيها بيت مال يا بيت انطق جابر خرج من السيك وقلب عركي الدنيا نهاري سويت جابر؟ إنت ما عرفش انت عارفت منيه؟ جاني لحد المصنع وكان عايز يخطفني بتوكتوك وانا هربت منه بالعافية انهاري سويت؟ هيدور علي ويقتلني إجمتي بس خلينا نحرف من فكه أنا عارفة جابر جوا إيه؟ مش هيسكت إلا ما يوصلي وحيوصلي وهو ليه عندك إيه؟ انت ناسي انت مين ومتجوزة مين؟ وهو مين وخارج منهن؟ انت تنسي الشبح وده خالص تنسى إيه؟ ما زمانه راح البيت القديم؟ وقابل مين؟ ويا عالم قابل مين تاني؟ ده مش هيحلني مش هيسيبني إلا ما يقتلني وانا عميلتر وانا دماغي قفلت خلاص انهاري سويت هو انت ناسي يا مهر انك خلعي؟ ده مخلوع مالوش عندك حاجة خالص فعرفي مين ده؟ فعرفي مين ده يا سحر؟ فعرفي القانون؟ لا يا حبيبتي جابر ما بيهموش غير قرامته ده واحد خارج من السجن فاهمة يعني يا خارج من السجن؟ خلاص نقول لمستر زيدان وهو هتصرف بيت انت انت من دلوقتي ما تدخلوش المصنع ده تاني المصنع بح خلاص طب واصرف من ايه؟ ما انا بابعتليك كل شهر ايه يا سحر؟ انا ما قلتش حاجة اسمع كلام اللي انا بقولولك وبس حاضر يا مهر حاضر موسيقى 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 فكرة المكان دي كنت أول مرة أعرف وكان معاك في شهر العسل هنا دعادنا وضحكنا كنت خايفة تجع تحت مدينة دلوقها وجعنا من بعضينا ملوش لازمة الكلام ده يا جابر ملوش لازمة الكلام ده يا جابر ملوش لليه نزوم الكفر اللي في عينك يا ولا الفجر اللي بجيت فيه قطر خيرك يا من الناس بس ده مش وقت اعتاب كل واحد دلوقتي في طريقه انت عايز مني يا جابر عاوز حقي ملاكش حق عند لا ليه حق اللي بنا وحق السجن اللي سجنته وحق الأيام السود اللي عشتها وحق غدرك بيه ليه كنت أنا اللي سجنتك ولا أنا اللي غشيت في الدواء وموت ناس ملوهمش زنب لو ليك حق توخده من نفسك لكن انت ملاكش حق عندي يا جابر لا ليه حق انك مرطي خلصت يا جابر انفطت انت مرطي او لسه مرطي كنت مرطك اسمع يا مهرة هتفضل يا مرطي لحد ما تموت يؤدفنك بيأدي دول وأطرح وحي معيك كمان الكلام ده كان زمان يا جابر دلوقت أنا متجوزة واحد غير جوازك باطل أنا جوزك ومطلق سكيش بس أنا خلعتك ولا ما وفقتش ده بجي لسه مرطي اسمع يا جابر ولا انت جابر اللي أنا تجوزته ولا أنا مهرة اللي انت حميتها احنا اتنين غير اللي كانوا من خمس سنين ده أنا زي ما أنا جابر هو هو من ساعة ما جيه من الصعيد لحد دلوقت لكن انت اللي تغيرتي ما بجيتش مهرة اللي عارفها انت دلوقت ست خاينة ست سابت جوزها في محلة وراحة تجوزت راجل تاني ست بعت جوزها ولما الدنيا جات عليه كملتها يا كمان ودهست انت بصدق نفسك انت جايت حاسبني ان انا تجوزت راجل تاني وانت في السجن كنت عامل ايه وانا لوحدي وبطولي وشايلة نفسي ازا كان اللي حبيت وغشيني وكذب علي انا مكدبتش لا كذبت علي وغشتني وانا قلتلك ان انا مش مسمحك تشيبت الجسوة دي منيين فلوس والعربيات غيروك ايه ابيد عني يا جابر وسبني في حالي طريقي غير طريقك دلوقتي انت تسجنت وطلعت وانا تجوزت وطلعت بس طلعت غير طلعتك جوزك اللي تجوزتي ما تجوزك تفاصل بكرا يرميكي ويدوس عليك كده اللي تجوزتو اداني الامان اللي انت ضيعتو ومن قال ان اسيبك محدش هيطولك غيري صاحب انت متحود على كده قدتل قدلها من ايام اضطار في السعيد زي ما موت الراجل انت وابن عمك محصلش مين جال الكلام ده صاحبك يا جابر اللي انت غشيته زي ما خشيتني انا مغشيتش حد انا دخلت السجن وانا بريد والكلب ده غفرني وعشان انه طلعني منيها بس ما اعترفش عليها وانا بص رجليك عشان تبرق نفسك قدامي لا لا روح يا عمي روح الله يسهل روح فين ايدي جنيت ايدي انا قتلك يا مهرة الله واكيل جدبك على ادن الاتنين يا ترجع يا مرات يا اتاوي جنسة جهنة وانا بقولك ما بقاش ينفع انت بقيتك ازاي انت مراتي وطوعي وهتسمع الكلام واقصر رقبتك كمان وانا بقولك خلصت خلصت خلاص ما بقيتش احبك ما بقيتش احبك يا جابر بقى مرات داي الساك لابس السلسلة لو مش حابة جابر لابسيها ليه اتيها بقولك اتيها وانا بقولك انا صبر عليك وعلى عشو الملح قصما بجلالة الله لو ما بعيدت عني لسفلتك وارجعك السجن تاني يبقى سيجب نبسيج دينافق اجرة ارجع ارجع تفكرني مورة بتاعت شبرة انا مورة هانب ابو الليل مرات سيدان باشا وانت راجل على الله روح شوف هتكمل يومك ازاي ارجع ارجع ك ودي سلسلة كاييه ولا زعل نفسك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي نانسي قتل نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي اللع Ridge ن cricket نانسي杝 ايه 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 اك Assass cars ايه ايهي طريقة احنا تقريباً كده تدبسنا فمان وما بقاش ينفع حد فينا يكمل لوحده مش فاهم يعني انا حام انتكدباً ريت انتكدباً انتكدباً لا أجب لك تستطيع المفو انتكدباً انا مالي انا مالي انا ميش دعمه تب تستهبر مالك ازاي؟ الموضوع ده ما يخصني شروع استنى يا جابرة خلي بالك ده اول عملية ليك ها؟ يعني ففتي ففتي بس بالنسبالك انا متأكد ان اهمية في المية خلي بالك على نفسك بتجلك شغل نور بيه هرجعلك بالسلاح بس والاقوب ان تريد مقارنة ايضا؟ بس بس لا اللهم المترجم عارض الان اشتركوا في القناة 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 حضرتك سالم ما بقاش له كلمة ورعد اخوه هو اللي سايق وسالم راح فيه؟ رعد دفن اخوه سالم وبقى هو على الطريق وصدق اي حد اشتركوا في القناة 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 يا علي يا جاذب احنا فوز تناس ولو فيها دم هقوم برضاك يمسك نبسكها جايبا اللي معادة جزا وانت الغريب لو جعدت دقيقة واحدة كمان الله وقيلة سيح دا ما هيو اللي معا طب يلا بينا يلا بينا يلا بينا يا خليك انت كواني ايه حالي اتمنى ايه ايه اللي ألب وشك دا في حاجة دا ايه دا ايه دا بدا ما تقولي وشك امر تقولي ايه اللي ألب وشك دا زي الامر ها شكلك تعرف تعالي نوعه تعالي لا 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 خلي بالك لان ادهت اسحبك وتفضل تلف وراها الله وقيل ما اهدالا لما جبها تحت رجلي وبعدين بقى طب احنا هنشتغل مع بعض ازاي وانت كده انا جاهز للعملية الجديدة جاهز ايه مخفتش من العملية اللي فاتت مقولتش هغل راحة يومين افكر فيهم انا رحت لسه بدر عليها طيب اسابه حيديك المفتاح والعنوان تطلع لامرسة بتروح واهناك هتولي التعليمات وتنفذها بلازنا نور بيه افندا مورا اه يا حبيبي ما تعرفيش شحن التليفون فين؟ جمك ع السرير ع كومودين على كومودينو مفيش حاجة ع كومودينو اصلا موسيقى موسيقى ايه دا؟ موسيقى مفاهمك حبوب منع الحملة بتعملي ببيتي زيدان خمس سنين وانا بستني واهم وانت رفض انك تحملي مني؟ انت ممكن بس يا زيدان تسمعني؟ لما انت ما بتحبنيش؟ عايشة معايا ليه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله دا؟ او مالا عايزة ان اقولك ايه؟ دا انا بقالي خمس سنين كل ما بقرب منك بحس انك مش معايا خالص ليه؟ انا ماليش دعوة بالكلام اللي في دماغي لا مش من اللي في دماغي من اللي بشوفه منك وانا قبل كده اقولتلك ما تعيشيش معايا في يوم الايام خاص من عنك ابقال انت عالي انا هو في حاجة معينة انا معرفهاش حضرتك مش عايزة تخليفي مني عشانها؟ انت عايد بطل الكلام ده يا زدان الكلام ده هو اللي بعادني عنك انا ما بحبش الشاك دا اسماتي ايه؟ انا ما خلصش كلامي موسيقى موسيقى انا مش قلتلك ميت مرة ما تمديش ايدك على حاجة بتاعتي يا لولي؟ لا لازم تقوليلي قبلها ماشي بعدين، حسابك بعدين معاي اقفلي دلوقت ايه يا حبيب انت بتعمل ايه هنا؟ انا كنت هناك وليت نفس هنا يعني كنت هناك وليت نفسك هنا مش فهم اللي جابك هنا قودت لول ما فيش كنت بادور على حاجة ضايع مني جيت ادور عليها هنا هو انت مخبئ ايه ورا دور؟ ما فيش حاجة وريني يا حبيبي ما ما فيش حاجة سيبي ايدي يوض انت تجننت ولا ايه؟ وريني يا طرق فيه في ايدك يوعي سيبي ايدي يلهوري سويت يلهوري سويت وريني يوعي بتسرق اختك؟ بتسرق اختك يا طرق هي حصلت؟ ايه ناسك؟ رد علي ايه ناسك؟ بيت حرمي يا ابن الناس المحترمة؟ ده بكرة سمنا بالإبرة والفاتلة وربانا فوق ده واحدة فالاخر تبقى حرمي؟ ثم تسرق يا طرق؟ هو انا مالي ومال زمان ايام زمان روحته احنا دلوقتي في قيمك انت فيها ايه لما يدخل واخد لانا عاوزه ما هو احنا هنا عشان يخد لانا عاوزه روح تسرق اختك؟ محدش بيسرق اخته يا مورا محدش بيسرق اخته انا انت اللي مكبرة بموضوع بزيادة عادي يعني دخلت واخدت اللي انا عاوزه ولو مش عاكبك احتمري ما اخدش اي حقا خلص تعال يا انا رايح فين وريني معك يا ايه ايه بس بيسرقاتي بيسرق يا طريق بيسرق بيسرق اختك هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هل تاخدش اي حاجة من وراي؟ هسرق يا مورا، ها؟ هسرقين أنا أخدت اللي أنا أخدته، واحده الثاني، وثالث أنت ما يهمكيش أنا أخدته من وراك، ولا هو من قدامك أنت كل اللي يهمك الشكل أنت كل اللي يهمك أن أستهزنك وخلص هل ستعرفي؟ أنا أخدت اللي أنا أخدته ليه؟ ها؟ أخدت اللي أنا أخدتوا دلوقتي، وعبل كده عشان أشرب كل عاق وحسرق تاني، وثالث عشان أدري اشتري كيفي من اللي أنا مورا، أنا بط، بشرب كل عاق ومشرت حلق بشرب من اللي أنت بتقدم عليها؟ لا، مش باقدم أنت مش مضمن، أنت مش مضمن لا، أنت بتعمل كده عشان تخدني عليك أنا عارفة لا، لا، يا معي جميل أنا بقول لك الحقيقة اللي أنت مش حايت تشوفيها من زمان ويتيني بقولها لك أنا ماشي أخد بيتك أخد بيتك يا معين تخد بيتك يا معين أخد بيتك أخد بيتك أه... 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر خليه شوفك ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكلوا بسناني قول لي هو مين ورا ولع فيه انا لما شفت الميت منور قلت هي ازلم عليك عشان بس بس اسكت تشرع عليك كل حاجات تتحلوا كل حاجات تبقى كويسة تعرف كده تبقى الصار ها انا انا مش امرها تبشتروح فين بقى اقولك هتصرفوا هحل كل حاجة وانتي زن بك لازحبيني متين الف جنة يا مورة زن بان انا اختك ومسؤولة عنها صح؟ هاملوا كل حاجة كل حاجة هاملوا كل حاجة ربنا خليك ليه مش كفاية كده بقول لي يا عم طارق شنين نام ببرا وانا قعد الوحتي طارق وحشنينة كمان يلا يلا عبيبي هو انت دي مولتيش اللي جابرت لما السجن هو انت تعرفيني بقى ليه كده يا صحر بقى ليه يجي عشر سنين من ساعة ما شفتك في مصنع العبايات وكان مرة وقفت جامك بسها رحت ربنا طول عمر تجاد على صحبتي تقومي تروحي تفتني علي وتقولي الجبر عن مكاني ما انا قلتلك قبل كده ده رجل مجلوم تحط المسدس في دماغي وربنا كان عموتني وزيدان قتاله قتال يا صحر الميستر قلت لزيدان ليه على جابر المطلع من السجن عايزة تطلقيني ولا عايزة جابر يقتالي ولا عايزة يا بيت تفشليني اما انا ما قلت الكيش وربنا يا مهرة هو اللي جرجرني في الكلام سدايا يا بيت انا ما كنتش متأكدة ان انت اللي قلت انا ما قلت الكيش اصلا سبت البيت ومحل العبايات وانا وابني ما بقاش عندنا ما كان نروح وربنا بقنا على الحديد تعرفي ايه انت؟ عن قسرة النفس والفقر والجوة تعرفي عن ايه فعبتك عايل مش نايا تصريفي عليك تعرفي عن ايه متجوزة راجل بيضومت كل يوم تقومي تخوني صاحباتك ها؟ رد هو ده اللي انت عايزة تثبت ايه؟ ان انا خاينة؟ ماشي يا مهرة انا خاينة صحر خاينة وانا قدامك اهو شوفي عايزة تعملي ايه؟ بص يا حبيبتي هقولك تعملي ايه؟ شايف الباب اللي هناك ده؟ تطلعي منه ولو شفتك جبتي سيرة مهرة على لسانك قصمك بجلل تله لعلقك ومحدش يسمي عليك يلا يا حبيبتي اطلعي برا خد ليس ارفتلك النملة بتشيل زكرا فيه مورا وسان ترا فيش استسمرا عقالي واسمت إيه بتقوم وتقعد عندها أخ مدمن بيشم وحالته صفيحة طرجة جزعة حاملة عظمة قيلة مش ذلك موجه فوق الموج متخافش اللي جبر جابر في اللي فات قادر يجبره في اللي جاي أحب أتجيلك بوقت تاني تكون فاضي فيه إيه يا جابر مش قادر تستنى لما البشر بتاعك يخلص اللي في إيده ويمصلك طول عمرك دي لا أحب أتنظر حدها لعمل حاجة مخصوب عليها ولما أنت دوري كده ينفع تقابل جون من ورايا؟ أنا رجل في السوق وعادي أن أجابل أي حد بعد أن تزعل لو كان الكلام تجفل من غير ما أرجع لك أوه، والكلام انتهى وتقفل على إيه؟ جون عاوزني أشتغل معاه وأنا وفقت بالبساطة دي تفاكر نفسك إيه؟ شغال في وظيفة هترمي استقلتك وتمشي أنا حر وأعمل لنا عاوزه أنا مش متجايد معك بحاجة اللي بيننا عملته والسلحش بتقولك مرة واتنين ولما قتلت اللي كان عاوز يكتني سيبتني وكأني على يطار وأنا محدش يسبني وأنا معاه انت قتلت رعد من غير مأمورك والله وسح تاني هاكزل وتاني ما حدش يكسدني مش هره أحله ماشي يا جابر أنا حنسى مقابلتك معجون بس على شرط ترجع تاني زي الأول ما تحاولش تدليني عن طريق الصحة أنور بيه عشان اللي كنت ماشي فيه ما كناش تلاقينا العير اللي تضرب ما بيرجعش تاني انت نشيت نفسك يا جابر أنا اللي عملتك وأنا اللي رجعت لك السوق مرة واثنين ماش مرة واحدة وكل مرة اللي عاوزين يغفره عليك وياخدوا السلاح وأنا اللي تصدر وأعديه انت كده متحديني انت اللي علمتك دي قام السجن أنور بيه ولا ناس كلامك يا دي الشغلانة ماشي يا جابر أنا مستعد أدي لك الضحف في اللي انت بتاخده كلمتك داي خلتنا صمم علي في دماغي أنا أشتغل بحالي وبطولي انت لسه صغير على اللي في دماغك أما صغيرين حقوا على معلمين كبار وليهم اسمهم في السوق ابنا نخيف عليك اللي بيبش في سكة جون مبيرقاش ما تخافش علي يا عمر بيه ؟ أنت تقوز لك بقى عشان تفضل قاد ساكت كده ولا ايه؟ أنا زع لينا تزعليش يا نوسي أنا بس ادمغي مشغولة بالسفرية شوي وأنا مش موافقة على السفرية دي بدل ما تقولي يعني تعالي نقضي شهر العصل في أي حتة يا نوسي فهمي السفرية دي إيه اللي أتغير كل حاجة بجابر وهتخليه يعرفي كميليوم الزاقي وأنا عارفة أن أنت عمرك ما هتنسيها وأنا راضي بس عايزك تبص حواليك كده يمكن تلاقي حاجة تريحك تبلاقييش أنا عمري ما أعمل حاجة غصب لما جربت مني بصمت وقلت بتجلع وتستاهل ماشي اسمع بقى دي يمكن تروقلك مزاياك جات لي أنا جاي أشتغل معاكم بجاي في تهديد وده قان شرطي معاكم من الأول اسمع يا غابر الشغل معانا تمن وغالي قوي بشرط أنك متعديش الخطوط الحمرة معايا وقال له هتخسر كل حاجة وشغل معا أنور انتهى يا جنبية أنا عاوزة بجامعة لكن مش فاهم ليش شغل عميانك دي أنا حب بجاشايف اللي بعمل أنا أخد السلاح ماشي أودي المخزن بردك ماشي لكن حكاية أن السلاح يروح للزباية معرفهاش دي ما يخصكش غير تهريب السلاح وتوصل السلاح للمكان اللي أقولك عليه وبس ديل أرنالد ديل موافق ولا مش موافق؟ موافق ده عقد جابر الكومات مش فاهم ولا كلمة أباكراش إنجليزي امضي العقد يا جابر اللي بيشتغل مع جون يمضي العقد من غير ما يتكلم امضي امضي العقد من غير ما يتكلم أمضي العقد من غير ما يتكلم جابوا بعر ايني؟ ايني؟ بطني يا طارق ايه دي ايني؟ ايه دي ايه دي ايني؟ مش هسيبك والله مش هسيبك ارا أنا عموزة لا مش هتبنتي هنعمل لها تحليل سريع قبل ما نحجزها لاتحجزها لي يا دكتور دي حامل الطفل مشوه لازم نعمل لها عملية كهتة حسن تتسمم وتموت لا أنا مش هعمل تحليل أنا عايزة أمشي عايزة أمشي دور ليه تحليل لأ؟ تطعطي محضرات؟ وانت ملأ أهلك اه بشم كمان انا ملأ أهلي طب يا رأيكم انتوا الاتنين هتعملوا تحليل ولا انت أهلكوا لأم أوه طريق انت قسم من الليلة ما عربتdock من اي حد kilos أنا هشة هوللك مشك هتروح بها فيها professional إلا اكمل أهم ملأها ملأ يلا ماشي 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 مش أذره طرح مش هذره مش هذره بها تسمع كلامها لو تحركت هاتموت العائلة في باطنه حيسمامها يلا! بقول لك امشي! امشي هيعرسوك! هبقى تمام! انا هبقى تمام! هاتو داخلها بفرعة! يا لازم تدخل قط العمليات حالا! يا مهرب! 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 انا بي مهرب! يا مهرب! انا عارف انا بمي كله! تمام! شكرا يا دكتور! لا عارفوا! لو حصت اي حاجة انا فمكتني! عن اذنك! فنتك! خير يا دكتور الجنين للأسف نزل ميت العملية بسيطة كانت كحت الناس بصراحة عملوا اللي عليهم البنت كويسة بس للأسف عندها مشاكل تاني مخدرات مش كده أنا أستمك أنا جيتها عشان أخلص زمتي منك عشان يلسه بقي عليك أصل اللي بنا دا كان عيش وملح أنت لسه ليه كده يا صحر وأنت يا بيت مش اتردتي قبل كده ولا أنت بتحب تتحزقي وبس لا يا حبيبتي أنا عايز حقي من اللي لابتاعتي بدي كلها أنت عندك كتير وأنا محتاجة حقيق إيه يا بيت طلعي بر برا حزبي حزبي يا مهرم ما تنتحيش هاوي كده أو هتنسي إن أنا اللي عملتك أنا عارفة كلامك ده حيعدي يلف يلف وآخرته فلوس وماله وماله لما طمعت في صحبيتي وعشرة عمري أنت هتنسي أن أنا السبب في جواستك من المسطر الكبير وأن ابنك اتكتب باسم المسطر الكبير بسببين؟ أنت بس نسيت يا حبيبتي أن أنا صاحبة القصة من أول على الأخيرة أنت جاي يا صحر تلو درعي؟ فاكره يا بيت إن أنت هتكسرين يا ولا هحط سبعي تحت درسك اسمعي يا بيت بيت؟ آه وبت واطسية أنت جاي يا صحر تقلي معي أنا؟ شوف يا بيت إزاي؟ ولا أقدر ولا أقدر يا صحبيتي أنا بس مزنوة ومحتجار شي عارفة عارفة الكلام ده وحفظه فلوس بح خلص ما فيش فلوس تانية يا صحر ما انت عيشت الدور والسنين خلتك تنسي اللي ابنك لي قبل اسموك يا بيرابو جديد بس مش زدان وأنا هسيبك دلوقتي وأطلع على جابر أقوله إن أنت عندك عيد حلو كده ونشبق جابر عيديني كانت وبدل الفلوس اللي انت منعها عني دي هاخد منه الطاقة عشرة وعتمت إن في ناس كتير قوي نفسهم يعلموا عليك وأنا حيشهم عنك أنا لو فيها سوات هيبقى أنت السبب أقسم بالله يا صحر وحيات ابني اللي هو أغلى حاجة عنتي لو بق الدات فتح خليك تتمنى الموت موسيقى 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 أنا أمر باشا بطول إيه؟ جابر عد بالسلاح إزاي؟ دو نراشش في كل المخارج علشان ما يعديش يا باشا جابر لون علينا وبدل ما يخرج بالسلاح دي كل مرة خرج بالسلاح في كونتينر كونتينر؟ لا إزاي الجابر دحي قرفنا ولازم أركز بقايا طيب ماشي كونتينر؟ موسيقى موسيقى المسيقى سنها يا نهاري سويخ السلح ده يا كوماندا ده احنا عبدين على قد ما انا فرحا بالسكة الجديدة على قد ما انا جالجان يا كوماندا السلح ده مين يقدر علينا الان من مين اسمعوا ما تبشوا خلاص اسمع احنا عدينا صح لكن لازم نعمل نفسين انا مش مرتاح لجن ده ده غير انور الزياد شفا انور الزياد قد علاج الدليد انا جايسه لكن جن واهر وانا عمري ما امن لجون ولا انسى انور بده ماكسا عود تحمل السنة ده دي او هامر كوماندا يا مسائل فول معك حاجة حلوة انت عايز يا برينت وريني بس معك المرة اللي فاتت ما كانش عندك كده انا اول مرة اشوف وريني طيب انحناء 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 موسيقى 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 بقاء يا جابي هو عاقية تبقى الجلاجة متى مالك واصي علي عشبك شجلك ده بتشم يا خايم بتشم الشم يا جابر ما يشمش ما يخصكش شم يا جابر يا الله لا علي بيه جوب اهمت بيه مالكش كبير اخرت اللي تعملو ده ايه متى مالك يا جابر الله وكيد مأسيبك تقتل نفسك اطارك وسكتك اللي انت ماشي في ايدي الجبلة خلاص الجبلة واحسن لك تسمع الكرة بحسن ما زحالكش ديني تلفوني قل طلعني يا رقم مهرة مهرة ملاش ده ابوك قصة دي يا جابر بيقول لك طلعني يا رقمه طلع بيقول لك بيقول لك بيقول لك بيقول لك بيقول لك عشان اخوك ايه هو فين هصال له حاجة؟ بتجل لجيش طارك بخير لو عاوزة تشوفيه جابليني عند العضبة في كلمتين عاوزة جولهم لك حاضر كنت فين يا أخي يا جابر فين موجود بعل طارق طارق يا حبيب انت كويس اللي انت عملته فيه ده لو فكتيها يورب ومش هتعرفتش فيه تان حرم عليك ماينفعش كنا فوقه أخوك لازم يتعالج يا مهرة يا مهرة تسمعي كلامه ولا كلام أخوك فكينه والنبي لا لو فكتيها تكسليه يا مهرة فكيني أنا هالكو أنا هالكو يا مهرة أبوز إديك ورحمة أبوك ما عملتك دي اعتنا لوح أنا هوادي ما صحة انت بتعملي ايه انا بتعملي ايه انا انا هفهمك تفاهميني ايه ما هي شرحة نفسها اه هي الغلطة غلطتي انا ان في يوم الايام صدقت ان واحدة زيك كان ممكن تبقى هانم لا خد بالك من كلامك واحترم نفسها احترم نفسي تجننت يا بنت انت قولي ايه ايه تجننت في دماغك ما اندي ازاق على مرة وهو ده رد السجون عاوزين من رد السجون انت انا عادي ادخل فيك السجن تاني انا لايه اجوه اكتر ما لايه برا ولما تواجه الكلام تواجهول انا على اساس انت مين اصلا عشان اودعي الكلام ما تفقمش حالك اللي ارضى عليك وخلي نهارك يا عدي عجبك حوار اعتلين القتلى ده لا اعجب احوار المؤربين بتقول اخضر تعرفوك مؤربين ايه زي ده اهو بيتكلم علي ايه مؤربين ايه ده وكت ده ابو حخوط ده هتصدقين انت كمان ولا ايه ما احنا لو صدقنا كل اللي بيدخلوا السجن يبقى كل الناس مريح لو فاكر انك زي مانت و جابر زي ما هو تمجا غلطا العركة بيننا دائرة ولصا ما خلصتش ولو فلوز بتغر انا مغرور جدك مليون مرة ولو الهدوم بتتصدق كان زماني مصدق انك بيه لكن انت لابس جميس واسع عليك الحوار اللي انت بتتكلم فيه لانا خلصته من زمان وش بعد ومتعجلش بموتك يا جابر وروح لحاسا بيه لك لك يلا أنت من هناك لا تنلاحقش من هناك إلا لما أنت مولدك عليه عليا الطلاق اللي أجتلك بس واحد أمراض إيش لك خلق بينه إيه خايف عليه ده أنا بيني وبين طار طار هو أنت إيه السجن مكفرقش دماغك زي مية يلا ما تنساش أنت اللي رفعت سلاحك الأول خلاص طمينت على أخوك قومي بقى عشان نكمل حوارنا قومي أنت عايز تكمل اللي أنت قلته الجبر قولي أنا سمعك لا ده أنا بقى اللي عايز أسمع مهرة هانم أبو الليل بنت الأصول اللي راحت تقابل وقت رد سجون من ورايا أنت نسيت اللي أنت متجوزة ولا إيه لا أنت ناسي النانا اللي خلعته وناسي كمان النانا اللي جيت لك عشان نتجوز فاكر أنا النام الردي فاكر المصلحة اللي تعملت عليها جيت عشان تتجوزيني عشان تخلاصي من الوقت رد السجون وبالمرة تكتب الوقت بأسمي مش كده هي بقت كده الحوار كل تلخص في المصلحة ملهاش تفسير تاني ردي علي قابلت الوقت ده إزاي وليه طارق اللي رحله وهو أكلمني قال لي أخوكي مرمي في الشارع أروح لأخويا وقال لي أسيبه تقولي لي لأنك على زم تذكر وذكر من بلاء يعني هو اللي يتصدر مش أنتي إلا أخواتي أنت عمرك مهتمت بيه أنا؟ عمري مهتمت بوخاتك؟ أيوة أنت عارف كويس أنه لي بتشرب خمرة من الأزايز بتاعتك في البلة أنا وأن طارق مضمن وبيسرقني وكل ده أنت ما عملتش حاجة عايز أن أنا كمان ما عملش؟ كل الهارية ده ما يلزمنيش أنا اللي يلزمني حاجة واحدة بس الحكاية الأصلية اللي احنا فيها اللي هي إيه؟ جابر ميلو جابر عشان تروحي تقابليه في مكان زي ده ده معنا أن أنتوا تكلمتوا في التليفون واتفقتوا على المكان والزمان إيه؟ عايزاني أعدها لك عادي دي؟ أنت بتشك فيه؟ حقي أنت مراطي يعني أشك فيك زي ما أنا عايز بس أنا اللي غلطان إن في يوم من الأيام فكرت إن أنا أتجوز واحدة بنت تخرس أنا مهر يا زدان لو أنت راسي أنا بقى هفكرك أنت تجوزتني عشان أنا دم حر وخلي بالك اللي أنت بتعمله دلوقتي ده كافي قوي يبعدني عنه ما نبعد عن بعض هو أنت كل شوية هتهدديني ردي على أم سؤالي إيه اللي يخليك تروحي تقابلي وات زي ده من وراء جوزك؟ ماشي يا زداني عشانت بتشك فيه أنا؟ طب روح شوف مراتك بنت البشوات بتعمل ايه؟ بقول لك يا بيت نمر النسوان البلدي دي أنا حافظها قصم عايزة تشككيني في مراتي عشان تخلعم البلوة اللي أنت عاملها لا البلوة بقى اللي بجدت؟ نارس سود نارس 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 يعني إيه شوحنة صدرت؟ أكيد في خينا هو اللي بلغ الجماري هو فيه ما فيش شوحنة صدرت ولا حاجة؟ لا ما فيش شوحنة؟ ما إيه اللي خلقت جبنا على بلوة وش الفجر كده؟ كنت عايزة أشوف وشك كنت شايف الصور دي نحن أنا مراد اللي كانت عندك مراد اللي كانت عندك وما جيت زورتك وإنت زي الجب صلابية ما بتتحركش ولا في دماغك أنا عايزة أفعل وأنا اللي مغفل قوي ها؟ أخلا أنت اللي مستقاوي التكلام ده مش حقيقي لا مرادك ولا واحدة تانية نصور بطول إن أنت كنتوا مع بعض متركبة؟ فوتوشوب؟ اللي بعتها لك عايز يوقع بيني وبينك أنا طول عمر الراجل بتاعك إشمعني دلوقت باعك؟ عايزة أفعل يارك تيغي شطان شطان اللي يستاك اللي يسمعك يسد أن إحنا بالنهار وإحنا في عزي ليك تيغي بالزبط والله إحنا حظيمي الكلام ده ما حصل ليه الكلام ده لو أنا ما جبتش النهية؟ يعني إيه؟ يعني إكرم الميت دفنه صحيح موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 فيه اشتركوا في القناة 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 الوقت ده كده خلاص خلع بيقولك أخته متجوزة رجل من ياردير ايه ده يا رب؟ ايه ده في ايه؟ ده يا رب ده كلوقت ليش عزيبك؟ ده يا رب خد يا رب نزل اسلاحك غص نزل اسلاح نزل اسلاح مكفية اللي عملتها كوماندا انت برضو في ماك من المعلم قص قلت ألك قبل سابك لو طارق حصل له حاجة هاخدك بالصاد لا مستش عائل صغير نزل اسلاحك سيب أبويا بحاله نزل اسلاحك بعد بعد روح اسمع الكلام بعد عن هنا روح 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 يا سيدالك ادالك بعد تجنيت في دماغك هتكذل عائل صغير قلت أهلك بس انت ما شغلتش انا كيف الموت موسيقى موسيقى في أنت موسيقى 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 الموسيقى موسيقى يا باشا دي مهرب الليل مساء الخير يا باعواد هنبدأ المزاد على 20 فدان على الطريقة بـ 20 مليون جنيه 21 مليون 25 مليون 50 مليون جنيه 52 مليون جنيه 55 مليون 55 مليون جنيه 60 مليون 70 مليون جنيه 75 مليون 80 مليون جنيه الأستاذ جابر القماندا 80 مليون جنيه 85 مليون جنيه 85 مليون جنيه مدام مهر أبو الليل ميت مليون جنيه وأحلى على الأحلى أستاذ جابر الكوماندا ميت مليون جنيه ميت مليون جنيه؟ ده مش كوماندا ده أناكوندا مبروك عليك يا جابر ديلي حلال عليك المزايد ميت بس أنا زعلان عليك أوي زعلان ليه؟ عشان عرفت كم اليوم إزاي؟ كلمتك؟ ولا أنا سياها؟ زعلان عشان جابر الصعيدي مات مين جال؟ جابر الصعيدي قدامك آه؟ اللي قدامي دلوقتي مش جابر اللي كنت عرفه اللي قدامي دلوقتي واحد ما عرفوش هتعرفيه؟ تعرفيه يوم بيوم من أول صفحة واطير نحيتك في الصقر وتعرفيه وهو من كسر في السجن اللي قدامي دلوقتي هو الكوماندا جابر أبو شديد بخالي الأفطار جامورا شد عيلك تعرفيه منين دا يا مهر؟ دا قلبي قبل ما يتعزر يا عم براحة عليلي ما لك في ايه؟ والله وكي لو ما كنت في مكتبة وقلت الكلام الخايب ده لكن ديتك معا طلقه وتهور بين عليك ما تعرفش زيدان كويس الكبار يا شاطر ما ينفعش ترد عليهم كده وديني كبرتها وجيت لحد عندي سمعني طلباتك أسدا تبعد عني يا جابر وتسد الطريق اللي بيني وبينك ولو لسه فيك من راحت الصعيدة اللي انت منهم ما تقربش انت اللي دست على رجل الأول واستغلت السجن اللي بعدني عن مرتي وخلتها تخلعني وتجوزتها اللي بيني وبينك لانطبة ولا مرزية اللي بيني وبينك طار أنا جيت لك لحد مكتبك عشان يبقى بيني وبينك حققت ولو عايزني أنسى موضوع المزاد والدولارات اللي انت بلغت عنها بتنساني تماما وأنا كده كده حسيبك تدور شغلك في السوق ومش هقفلها عليك ولا تعرف تعمل حاجة لا انت ولا دايرة معارفة كلها واسمع انت مني بجاء آخر بوجة في الجزازة مرتي وحجي مش هاسبهم هم؟ يبقى اللي حساب تلاقيته هتفضل طول عمرك رتزبه وماله يبقى رجعك السجنة تانية بيديها يبقى دي كلامك واجهني الراجل لراجل طول ما انت مغلول على عمرك ديتك معاي طلقة يتعجز يتموت ونشوف مين هيخلص عالتاني مابطل هطل يا باطل خنايات الدرعات دي خلاص ادمت وبعدين هيبعديك لما تكون تاجر سلاح قد الدنيا ولسه ادمعك في دراعك حاول تدور من نفسك شوية كلام خلاص أسدان بارا ونشوف الرجول اللي من غير دي قاعدين بتبقى زي بارا بتهور ليه كده يا جابر؟ هو دا هيتعمل معا كده؟ الناس مقامات في الخير وفي الشر وزيدان دا حوت كبير الحرب معاها هتعطلنا واعكيد هتضرنا هيكون مين يعني؟ هيكون ادخن من أنور الزياد؟ ادخن يا جابر اللي زي زيدان دا بيلده هو مستخبه وسمه ملوش دوا على قد اليد اللي مساحيكي لحد دلوقتي ساعة فرقة طارقة وأنا خايفة نم أفتحيني على فرقة حد تاني نرحمه نرحمه زيدان أنا قاعدة مستنيك عشان عيد نفس الكلام تاني أنا عايزة تطلق جابر نهايته قال رابط جابر ما يخصنيش كل واحد أضرب حاله طلقني طلقني جابر بيتاجر في السلاح وما تلاقيش مش هيتسجن زي المرة اللي فاتت اللي بيتاجر في السلاح بيموت بطلقة موسيقى 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 نحن مبسوطين جداً منكم بيتو أخيراً تاخدوا بالكو من احتياج مستشفات الإدمان للتبر موسيقى ده شيء بخمسمائة ألف جنيه وكل سنة في واحد زيه وممكن أزياد شكراً شكراً موسيقى شكراً موسيقى 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 شكراً 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 جابر كيفك يا مهرة مبروك المصنع الجديد مش تعزمين على أشياء ولا جاهوة عندك؟ مبقاش ينفع يا جابر اللي ببان دلوقتي ما يفعش تتقفل علينا ألا كان بيد اللي حصل يا مهرة ولا كان في بالي وانت دلوقتي بتعيد اللي سجنك أول مرة كانت الأدوية ودلوقتي تجر سلاح عدد دي مخترتهاش جابر عمره مختار في حياته غيرك يا مهرة أنا مخترتش غيرك في حياتي غيرك ديك وتمزجوج على المرة زج ولا قد تعاوز أشتغل مع سامي في الأول ولا قد تعاوز بكتاجر سلاح ما شني من دباك يا جابر؟ كيف؟ كيف أشير مورة من دماغي؟ وأنا بجري وراك الجارية وسجنة جو جلبي؟ أنت بتبعد، مش بتقرب أنا شرط الوحيد هو كان الأمان معاك أنت دلوقتي بيتخطر على نفسك وعلي لا، أنا كبرت عشان أبقى جد إزاي وقدرت، كبرت عشان أوريجي جدي وأنا يجي عديل وقام أقولك أني جادر أقص اليام اللي فاتت وانساها بس ترجع مورة الجابر ما عدش لي لازم الكلام ده يا جابر تكبرت في السكة اللي أنا ما بحباش اللي أنت عملته زمان هو اللي خلانا أطلبه الخلع المراضي أنت تجر سلاحه وقاتل اللي ما بيننا ما بقاش ينفع تبتقولي إيه؟ آي يا لولي آي يا حبيبتي كل سنة وأنت طيبة يلا أنا جاية مورة سلسلتك وقعت منك طريق مورة صعبة مورة ما أنا كنت عايزة أتكلم معيك وما بتحتى أمرك تفضي عليه أنا قابلت جابر النهاردة نعم قابلت جابر أنت جاءت أولي بعد ما قابلت قابلت إزاي قابلت صدفة وبعدين؟ عايزنا تطلق ونتجاوز فالقعدة دي عشان نطلقك وتروح تجاوزها مش كده؟ القعدة دي معمولة عشان أقولك خد بالك مدي تسيبنيش لوحد يا زيدان لو أنت فعلا عايزني هتخليش حد ياخدني منك أنا فيش مخلوها على وش الأرض يقدر يخطيك مني وإذا كان على اسمه جابر ده فإكرم الماء يتدفنه زيدان أنا مش عايزة مشاكل أنا تعبت خلاص أنا قلت لك عشان نسيت محترمة وبحترم نفسي وإنت عايزة إيه بالزبط؟ عايزة أنا أسيب وأبي يكسر فيها؟ أنا اللي متكسرها أنا اللي كان نفسي حس معك بالأمان دي آخر فرصة ليك لو عدت هتخسرني مهرة مهرة وأنا مستحيل قصارك أنا بحبك يا مهرة أنا تعب أنا عايزة نام أنا عايزة أشتريك من جابر كوانا وأنا عارف إن البيع غالية هو أنا للبيع باشا ولا إيه؟ هذا الكماندر باشا ده ده أنقص حياتي وروق علاية وشغلني معاه وأعرفني مفاتيح الشغل كله زي ما توقعت بالزبط أنت فعلاً راجل مخلص وصورة إلا الدخ صورة يلا كان نفسي با كان نفسي إن إحنا نعمل مع بعض الشغل بس هنقول إيه؟ واضح إن ما فيش نصيب فعلاً واضح إن ما فيش نصيب مصاراً ما لم مصاراً بس أنت راجل محترم يلا خد راحتك يا كوانة انت بيتك أيو انت بيتقول إيه؟ بيتسامع بيتقول إيه؟ شو عمت السراع راحت فين؟ مين ده اللي قتل؟ كوانة؟ فيها؟ أنت ما وديني فين؟ رد علي مش عايز تعرفي يومنا راحت فين؟ اعرفك لا خلاص انا مش عايز بعرف انا حرفك عايش مش عايز بعرفي كل حاجة انا هحكي لك الحكاة من اول السطر ايه المكان ده؟ اقول لك تعالي دامش تعالي تعالي جنان لو سمحت تعالي تعالي تعرفي يومنا فين؟ انا حرفك كل حاجة تعالي اه اه وامي اه اه زدان زدان اعايز اه اه ليه زدان؟ شلوها انت خاطفني؟ لا انا بحرسك طب انا خلطانة انا منش دعوه باي حاجة بعد كده السداني اعمل اللي انت عايزه وانت كده بقى عايز انا صدقك طبعا بعد ما عرفت ان انا بحفر لجابر وبعد ما عرفت اللي انا عملته في يومنا وادهم واكيد طبعا انت وجابر تفعتوا علي والله الله عزيم الكلام ده كله كدب صدقني طب اقولك حاجة طلقني يا زدان طلقني اطلقك 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 مش قبل ما عرف اللي خليك تعمل كده ليه جواك ده قره انت كده واصدك كده نخنت عشانك وكنت صاحبك وحبيبك زي ما انت قلت بس انت متفكرش جرفه نفسك انت وصد مغرى بتاعتك وانت مالك ومال مغرى يخصك في ايه كل ما بتبقى كويس معايا كل ما بكره هاك زيادة لو قتلي ربع فرصة من اللي قتلكو كنت رجعت ودست عليكو كلكو للكو اخبئة ولو كنت رجعت كنت اخونك تاني يخلص عادش بيرجعك وانا عادش بيرجع قديك دلوقها وصار فيك العار اللي هضربك بيه عشالعار دي بضربه ع رجاله انا اسيبك منك ليهم كنت فاكر كلمتي ايه موت انزام موتى لا 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 أبي عبدا عبدوا انا عايزة ادخل الحمام انا عايزة ادخل الحمام حقك ادخل الحمام الحريمي هي 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 انت بتسأل على حاجة؟ أنا مهندس جاي من مصلح مدام مهرم جاي اسأل عليها مدام مهرم سافرة متعرفش بترجع عامية تلك؟ والله ما عارف يا باش مهندس تشكر يا بلديني ده بيقولي ايه؟ حبسها كيف؟ زي ما بقولك كده بعمله تضيع واخصر نفسه يا من بلالة ندمه على اللي عمله استنى يا جابر أنا عايز اقولك على حاجة أنا اللي قطعت الطريق بينك وبين مهرم كل السواد اللي هي مرد بينا كان بسببنا أنا كان نفسي تعيش مرتاحة أنا عايزك تقولها تسميحني يا جابر لحصل جدر وان كتب خلاص صحر خلينا الحج مهرد الوقت موسيقى 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 لا خلي تحصل زمائلك وتسلم عليهم في الجنة حاضر يلا مورا يا جابر موسيقى موسيقى كنت باخير؟ موسيقى مالطر موسيقى 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 شكراً ربضل يا فندم مبروك الطلاق يا مهرة رب يكوني كده مرتاحة أذنك زيدان خير دي كل القلمة ذات اللي انت جبتها لي من ساعة ما تجوزها ما بقوش من حقي دلوقت دول هدية ليك يا مهرة لو سمعت خده موسيقى 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 كده أبدو باسم راجل تاني ممكن ياخد مني حسن ممكن ياخد حسن صح؟ هياخده؟ مش هياخده صح؟ مش عارفة أعمل إيه؟ قولي يا أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ المزالكريات موسيقى المترجمة نانسي قنقر ايه ده؟ انت عملت ايه في المكان؟ عجبك روقت وزبطت عشان يعجبك اجمل مهورة في الدنيا انا مهورة قلبي اللي عشانك ينزلك الجمر من السماء وترجسلك النجوة احبك يا جيبر انت حب عمش انا مش عايزة حجم الدنيا دي غيرك انت وبس مالا بحبك امهورة يبقى نتجوز الليلة الليلة خلصت العدة ايه ده؟ اسبر على مهورة يا جيبر يعني عايزة بقى كده مية مية وروأ نفسي من ترأيجها وفيه اروض منك ده هههههه انت لو جتلهم ايه ده؟ بعد الشر عليك انت كده كأنك بتدع علي يا رب بقى ان شاء الله انا لا ما تقوليش كده؟ انا عايزة اقولك حاجة يا جيبر ما تقوليش؟ مش عاوز اسمع كلام كفاءة نحن رجعنا لبعضين ونكفه حضني دلوقت تحب تكلية؟ عندكو ايه؟ عندنا كل حاجة ميزا عهلا على عهلا والنبي امتلع الزاكي فكرها طبعا الله الله موسيقى 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 مهرة يجدب انك دماغناش فاوي زي ابو هو انت مش نويت ولل جبر اقول له اكيد اقول له مهرة 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 اي يا حبيبي عاملين ايه الحمد الله يالله الجازة وعزبكم على العشة وره بيقات انا هكاس حيل زورة عالولي يالله الجازة يالله مهرة هم ابعدين لحسن العام عشوية الحاضر صفاوسي في الدين جالولي انك اخت زدان اقمري في حاجة انا جاي اخلص زمتي منك واقول لك الحق حتى لو على حساب اخي زيدان موضوع صعب بس لازم اقولهولك موضوع صعب بس لازم اقولهولك موضوع مهم قوي فوق ما خيالك يتصور موضوع موضوع يا ست مهرة وزدان وخلاص واتطلبوا وشور العدة وخلصت يعني مفيش موضوع ومفيش حاجة هو موضوع قديم شوية نرجع بالذاكرة الورا من حوالي كده سبع سنين لما انت تجوزت مهرة وتسجنت ومهرة خلاعتك فاكر ولا ناسي ايوه ماشي فاكر وانت ايه دخلك بالقصة دي لا ليه دخل ودخل كبير قوي مهرة لما اتجوزت اخويا زيدان كانت حامل منك في ابنك حسن وشرطت على اخويا عشان توافق على الجواز انه يكتب اللي باطنع باسمه وانت عارف اخويا زيدان طيب وغلبين مكانش فرق معاه كان بيحبها بصراح مكانش بيرفض لها طلب مكانش عايز تكتب ابنك باسمك قالت عليك لما تطلع من السجنة هتبقى ضايع ورد سجون تبتقولي يا أوليا انت تجنتي؟ يعني مورك هتحامل مني وانا في السجن؟ وحسن دي ابني مش ابن الزدان قديك فهمت وانا ارتحت لما خرجت السر اللي انا كنت كتمه ووصلته لغاية صحبه والامر دلوقتي في ايديك يا أما تطنش واتكبر دماغك ان ابنك مكتوب باسم راجل تاني يا أما تصحى وتفوق كده وتشوف مهرة اللي خطفت ابنك وكتبته باسم راجل تاني عشان مستعرة منك سلام يا يا بلدينة انت التقصير انت اشعار وقام المرأة لما تضاج faults كانت أخويا زيدان كانت حامل منك في ابنك حسن شفت اللي حصر لقيت عرفت صفاء أختك بعد مصنع عروض الفرج ومصنع الكتكات تجاري العمل يوسري على فكرة الاتنين مع بعض يا باشا سيدان بيه لو تأمر بإشارة واحدة من صبعة هخلص على الاتنين بعون الله عايز تخلص على أخواتي يا عطرة؟ مش سرقوك يا باشا بس دول أخواتي هم خلوا فيها حاجة ملكش فيها بس دول أشاطو بقول لك ملكش فيه وغور خلاص زي ما تحب بسمو عليكم ايه يا حبيبي؟ تأخيرت لي؟ كان عندي شغل كتير تحب أن تعشف في إيه مالك كان عندي دفتة جيل النهاردة في المكتب مين صفاقة أختزدان صفاقة كانت عايزة منك إيه جلت تقول أن أنا رجل مغفل وأنك مش بس تجوزت أخوالها لما أنا سجنت لا ده أنت كتبت ولدي باسم أخوها فأم أنت عملت إيه جلت تقول أن أنت مرة فأجرة نجع معايا تاني على غش وكد قولي إيه اللي أعملت كدير إيه رد عوي عشان أحمي منك تحريمي نبو أيها تعيز نعمل إيه وأنا الوحد وإنت مزجوم وأنا بطول قلت عايزي تبتقول إيه أنا سجن تكتبي ولدي باسم الرجل غريب الفجر اللي بيقول إيه أيها إنت سبب في كل اللي حاصل تاني يا مغرى لك أفاكيش اللي حاصل فيي لا مكفنيش لو أنت فاكر أن أنت بتتوجع لواحدك تمقى هلطان أنا حبيتك وأنت محفزتش علي وديكي خلعتيني وضحجك لكلبني ضحجي وأنا مستعدة تعمل لي أنت عايزه منك لله أمغرى كل ما حس أني خلاص بطولك ألقى نفسي بالهواء وكل ما حس أني خلاص بقيت بحضني ألقاكي جهنم مش راحة دلوق أنت قدامي شايفك ومش جادر أقرأك أعجلي بيقول اللي أخلص عليك وانت جميلني وخشرب من دمك ومش جادر كان مكتوب على قلبي يكون مسود من ناحيتك حتى الوادي اللي حلمت بي معاك بغنار اللي ما بيني وما بينك قولي لي أعمل إي دلوق أقدم ولدك ولا أعمل إيه يعمل إي دايزه خلصني يا جادر اقتلني أنا أقتلك أقتلك أتلين أتلين يا مهي يا عم مديره آه آه يا عم مديره لما اللي قوي ببيع تديهم ضارك إن أعجوك أختي وأخوي يخلوني على الحديدة أمرت خليطة أمره محبتنيش روى يعني روى اللي بيستنى حاجة من الناس أمره ما هيوصل لحاجة أبداً في حياته أضع إن في حاجة غلط أكيد أكيد في حاجة غلط تفاكر إن أجري بحسب الكل تضع إن أجري في نفس الدايرة زي ما رحت رجعت إن نفس المكان اللي أنا ابتديت منه سيادة عليه الزمن اللي فات بنتي صعباً عليها أم أحمد أم أحمد أم أحمد أم أحمد أم أحمد مش أعرف أقول لها إيه ها يا رب لا أعرف مال عندك والسماح يا رب لا أعرف مال عندك يا رب لا أعرف مال عندك يا رب أيوة إيه ده؟ إنت لقيت يا زيدان ولا إيه؟ فكرت اللي بزمان أما كنت أسيبك شوية كده أروح أقضي مصلحة ولا حاجة أرجع لقيت نايف أحلى بتسجل إصحى يا حبيبي إيه زيدان مالك؟ تتعبان ولا إيه يا أبا؟ إصحى يا حبيبي مالك يا ابني إصحى يا حبيبي إصحى يا حبيبي مالك يا زيدان إيه ده؟ هو في إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زيدان يا ابني مالك يا حبيبي مالك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله مستم أول يا حبيبي ومت مغضور موت من غادر الزمن دي عشت قد ما عشت في الدنيا ولفيت على قد ما لفيت في الآخر اتغضر بيك يا حبيب اتغضر بيك من ققر بالناس ليك ولفيت لفيت لفيت لحد ما جيت المكان اللي انت بتديت فيه الله يرحمك يا حبيبي لأبها يبكي عليك ولأمها تعيط عليك ولأخوتها يمسوا في راستك وربنا يصمر بنتك يا حبيب الله يرحمك يا زبان الله يرحمك يا زبان بنتك لا اتعرف ان ابوك حسن؟ ما لشي من انت بابا وانت بني غزبة عن الدنيا كلها شفتك بعيني قبل ما تبجى في حضن دلوق وانا اللي سميتك حسن مش كده؟ صح كل حاجة قالها بابا صح يا حسن على ما تجوزتك يا جابر كنا بنحلم ان احنا يبقى عندنا اولاد وبابا هو اللي سمك حسن عشان حظك يبقى احسن من حظه احسن من حظه ما كنا راضين بحظنا وعايشين مع بعض حبيتك وتجوزتك وعشت معاك ابنية صافية والعمر خنتك والعمر جلت معاك غير لما الدنيا دارت بي وما كنت شناله بدورها واتسجنت وتغنى من بعض انا اللي دلوقتي غلقت ولازم اصلحها غلطي حتى لو اتسجنت انت بتقولي ايه؟ وانا هبقى فرحان لما ابني وبقى فحضني وامو في السجن اللي اتحملتي انا مقدرش اتحمل مقدرش رسيبك تعملي في نفسك كده ولا اقدر اشوفك في السجن حتى لو ولطي ابو انت عايزنا نكمل مع بعض ازاي؟ وابنك مش مكتوب باسمك ما لكنت هتعمل ايه لو ما كنتش عرفت انه ابني والله العظيم وحيات حسن ابني عندي كنت هقولك مش وقت كلام دلوقتي خلينا نشوفها نعمل ايه وكيد في حل نروح للمحامة يشوفها يطلعنا ازاي من الورطة دي يلا تعال احسن يلا طب وعربيتك بقل عدم الرجالة يجي اخدها يا جابر وحشتيني يا مهرة وحشتيني انت يا قلب مهرة بقولك ايه افتح الكاميرا واقف العينك يلا فتح عينك ايه ايه رأيك احلى 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 والنبي انت اللي احلى يلا كيفاء عليك كده بقى بقول عليك ايه؟ يلا عشان عايز انزل طب يلا عشان ما تتأخريش üzerكي يلاً يلاً هنحن يلاً احلى محرف يلاً تخلق حزنين احلى ذلك احلى محرفا احلى محرفا احلى احلى محرفا جابر جابر الحالي فينا توتكيو راية نقول ايه ايدي فين دلوقت انا في زين اوضا 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 اوض ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مش عاوزة تاني ما تجيش بعد ساعتين في المكان اللي أقول لك عليها وبجسنها مكتولة هتجيلك في طردهم الكفنة والكفن هداية مني ليك وربنا يرحمه ويانا هاي دي استخدطت بنتي بنت تجننت يا جابر تسمع لما تقول لك عليه ما تبقاش راجر أطاط جدامك مية وعشرين دقائجة وتباني الرؤية يتعايد مع بنتك يتزورها في الجباني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة داكتر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عارف غلط قياجون انك ما بتشغلش متعلمتش من اللي حصل في نور الزياد وما تعصتش من اللي حصل في كوانه الغرور ساجك ما فهمتش ان الكوماندا لا بيتعلم عليه ولا بيتغفل ولا حد يعرف يوجهه ولا بيسيب حقه روح جوه روح بلدك بلدك ولا بيك انهاي صلاح وقف ابي ابي روح 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 مبارك الله لكما وبارك عليكما وجمع عليكما في خارج زواج مبارك إن شاء الله مبارك بك مبارك بك مبارك بك لف الزمان وجانتاني ورجعت في حقنها مقرأ بحبك يا جابر غمري ما هبعد عنك أبداً وأبقى مغرب كاني مغرب 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 محاديش أغلب مغرب تولك كغرب اسم ليش مغرب لا مغرب 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 منظر! 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 تخطي التلقى مكان تيه تيتي بينا تعذبنا واحدة أمور موسيقى موسيقى عملت كل حاجة عشان وصل لمورة تجيرت في السلاح ويضة عصب الدم استحلت الجرش الحرام جبه خلي بالك علي في الوصلطة جربت جبت الجيني لقيته سهل محدش قال لي انت بتعمل يين صرفت ومحدش قال لي انت بتعمل يين وعرفت في الاخر ان الحرام انا من اليوم ما شفتك وعلي خطي اخرت واطلغة في حبل المشنجة مورة اماما وديني قسرت كل حاجة قسرت جابر وقسرت مورة موسيقى 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 اشتركوا في القناة